بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أقيم مؤتمر براءات الاختراع اليوم في بغداد تحت شعار بالعلم والابتكار تتقدم الأوطان المؤتمر جاء لدعم المشاريع والبحوث وبراءات الاختراع التي أشاد بها رئيس الوزراء كأحد الخطوات المهمة التي من شأنها أن تحرك عجلة التقدم إلى الأمام أصوة بدول العالم المتقدمة والتي استفادت من الثورة الصناعية لكي نتقدم الركب ونحاول أن نستثمر سلسلة من الظروف التي نتمتع بها لن نلحق بالأمام سنبقى في مؤخرتها فحركتهم أسرع من حركتنا بالضبط لتقدم العلم والابتكارات والاكتشافات ونحن ما زلنا نعالج الأمور الأساسية الأمور الخدمية الأمور الحياتية البسيطة المخترعون عرضوا نتاجاتهم وتحدثوا عنها بتفصيلات منهم من جاء بجهاز تسلق النخيل وآخر حصل على براءة اختراع لذراع اللحام عن بعد لمراجل المحطات الكهربائية فيما أشار آخر إلى براءة اختراعه الخاصة بقوالب البناء جهاز عبارة لصعود النخيل بكل أنواعه وبكل اختلافات أحجامه هذه الأداة تغنينا عن التبلية الأداة القديمة التي كانت تستخدم بالنسبة للقالب جي أربي بلدنك تامي بليت هو أول قالب بالعالم في مجال عالم البناء والآن أصبح للعراق ما بين دول العالم نصيبه في هذا المجال الموسومة ذراع لحام عن بعد مع منظومة رؤية وخزن لعملية اللحام على الذراع جاءت هذه البراءة لتحل مشكلة تحدث في المراجل الحرارية في جميع محطات الكهرباء العراقية في العراق المشكلة هي حدوث تسرب بخار في أماكن لا يمكن الوصول إليها بسبب طبيعة التصميم ومحددات المكان أهمية الاختراعات تكمن بدعم الاقتصاد الوطني وتوظيفها لخدمة البلد في حال تم استثمارها ودعمها ماديا ومعنويا حسب تعبير الحاضرين من الشركات والمختصين على الحكومة أن تهتم بها أولاء المخترعين والاهتمام بالباحث العلمي الباحث العلمي الآن بصل إلى مرحلة اليأس يبدأ يشتغل بحث على حسابه يوصل إلى مراحل متقدمة ينشر في مجلة رصينة ليبقى حبرا على ورق أين التطبيق؟ بالعلم تبنى الأمم وعليه يجب أن نرتقي علميا فيما شاركت الجامعة التكنولوجية والجامعات الهندسية الأخرى أيضا بالمؤتمر بعرض بحوثهم ونتاجاتهم بهدف التعاون وتبادل الخبرات استبرق حسن الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر